اشتركوا في القناة القاهرة ونصف قبالت سواحل مدينة دهب ورصدت الدفاعات الجوية المصرية جسما طائرا قبالت سواحل مدينة دهب وتعاملت معه على الفور وأسقطته وسقط الجسم الطائر قبالت المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب أعيد على حضراتكم مرة أخرى هذا الخبر العاجل حيث قالت مصادر رفعة المستوى لقناة القاهرة الإخبارية إن الدفاعات الجوية رصدت جسما طائرا وتعاملت معه بشكل فوري وكان شهود عيان أفادوا للقاهرة الإخبارية بسقوط جسم طائر قبالت المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب وأن الجسم الطائر سقط على بعد حوالي كيلو متر ونصف قبالت سواحل مدينة دهب وأكدت مصادر رفعة المستوى لقناة القاهرة الإخبارية أن الدفاعات الجوية المصرية تعاملت معه بشكل فوري ونجحت أيضا في إسقاطه وجان مشاهدين أيضا هذا النبأ العاجل حيث انتقلت فرق التحقيق لموقع إسقاط الجسم الطائر قبالت سواحل دهب في التحقيق في هذا الأمر وأيضا معرفة ما ورأيات هذا الفدث أعيد الآن على حضراتكم هذا الخبر حيث قالت مصادر رفعة المستوى لقناة القاهرة الإخبارية أن الدفاعات الجوية رصدت جسما طائرا وتعاملت معه بشكل فوري وكان شهود عيان أفادوا للقاهرة الإخبارية بسقوط جسما طائر قبالت المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب وأن الجسم الطائر سقط على بعد حوالي كيلو متر ونصف قبالت سواحل مدينة دهب إذن بالطبع مشاهديننا سنوافي حضراتكم بكل المستجدات في هذا الصدد بمجرد توفر المعلومات في هذا الشأن مرة أخرى مشاهديننا شكرا جزيلا على المتابعة وتابعونا على مدار الساعة وإلى اللقاء